من الكرام وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من بغدادة المرشح لمجالس المحافظات عن حزب تقدم سيد علي أسرهيد أهلا بك معنا في حصادنا الإخباري بداية يعني حدثنا عن برنامج حزب تقدم في المرحلة القادمة في بغداد على المستوى الخدمي خصوصا يعني أن بعض مدون العاصمة تفتقر لأبسط الخدمة تفضل نعم قد تحية لحضب تقدم ذلك الكرام مشروع حزب تقدم اليوم أصبح واضح يعني للجميع من خلال بروزا في موضوع تقديم الخدمات في محافظات عدم محافظة الأنبار محافظة نينوى من خلال أعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية حقيقة برنامج الانتخابي يتمركز حول وضع خطة جديدة يتم من خلالها تقديم الخدمات لمختلف مناطق بغداد وخصوصا مناطق حزب بغداد وهي محافظة مسؤولة عن هذه المناطق بالتحديد كثير من الأمور ممكن أحدها أنه اليوم هو العمل بروح الفريق الواحد من خلال قوانين تكون فاعلة للمجتمع الوغدادي بشكل عام طيب يعني تعتبر تجربة حزب تقدم في الأنبار من التجارب يعني الناجحة على المستوى العمراني والخدمي لا سيما يعني مشاريع البناء التحتية يعني هل سيتم تكرارها أو استنساخها على سبيل الافتراض على باقي المحافظات ومنها بغداد أيضا نعم حقيقة تجربة الأنبار هي رائدة وخير شاهد مشروع الخدمات كانت في الأنبار كانت رأسة في وقتها سيد محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النهو من خلال وضع خطط واقعية ودقيقة لواقع المناطق حقيقة أنا كنت من يعني كنت عظم مجلس محافظة في الدورة السابقة وترأسها لجنال الأمنية لجانب الكرخ يعني دائما ما كنا في المعارك التحرير موجودين حقيقة ما كان يعني اللي نشوفه من مستوى الدمار ما كنت أتوقع نهائيا أنه يعني ظروف استثنائية أكيد ظروف استثنائية لا مناطق مدمرة ليس ظروف استثنائية يعني يعني كنا دائما بالمقدمة تعرف العمليات العسكرية وما جرى بالأنبار من 2014 وما بعدها حقيقة بمستوى يعني وقت قياسي رجعت المحافظة العافية وبمستوى أمراني متميز يعني حتى خلي نقول يختلف عن باقي المحافظات حقيقة هذه التجربة بالتأكيد نحن طموحين جدا أنه ننقلها ولنستنسخها إلى محافظة بغداد وإلى العاصمة بغداد بالتحديد طيب يعني أستاذ علي واجهة محافظة بغداد عدد من التحديات والمعرقلات على مختلف الصعود يعني ما أبرزها وهل سيتمكن حزب تقدم من تجاوزها؟ نشوف نحن اليوم مجلس المحافظة هو مجلس خدمي تشريعي حقيقة نحن مشخصين المشكلة المشكلة يجب علاجها من الأساس اللي هو اليوم إذا كنا نريد نتقدم بالعمل على المستوى الخدمي في بغداد العاصمة بشكل عام ومحافظة بغداد بشكل خاص يجب يعني نبدأ بكثير من الأمور أول أهمها هي أقرار قانون العاصمة حقيقة لحزب تقدم وسيد الرئيس متبني بشكل كامل من خلال أقرارها في مجلس النواب بالتالي هو تنظيم العمل وفي خطة موضوعية حقيقية مدروسة في من خلالها يتم التنفيذ المشاريع في محافظة بغداد بشكل عام يعني شلو المشاكل الرئيسية اللي تشريفوها أستاذ علي؟ تداخل صلاحيات عندنا تداخل صلاحيات يعني كانت في الدورة السابقة كانت نقص موازنات لسنوات عدة ماكو وموجودة حقيقة من 2021 اليوم إحنا 2023 موازنات موجودة ومبالغ محترمة لكن نشاهد أنه ماكو هذه الخدمات يعني اليوم المواطن ما يلمس شيء يعني أساني أنا قادم لكم مدخل الجنوبي لمحافظة بغداد طريقة محمودية يعني سبب أن الكثير من الحوادث أشهر صار هذا الطرق هذه المداخل من بغداد بمستوى هذا البائس يعني إحنا بعيدا عن مداخل بغداد لكنه خلنا نتحدث داخل بغداد يعني عندنا أزمة سكن واضحة عندنا عشوائيات كثيرة عندنا يعني طرق يعني مزدحمة هذه الأمور كلتها هل هي في حسبان تقدم؟ بالتأكيد نعطي حقيقة اليوم هذا اللي موجود في مناطق بغداد أطرافها تقتل أراضي والبناء هذا العشوائي هذا كارثة لبغداد إنما يتم يعني تدارك الخطر هذا هذا كل موجود في دراسات متكاملة أكيد رح يكون عندنا عمل واضح وعندنا مستشارين أيضا طيب يعني أستاذ علي أسألك هنا هل تشعرون أن بغداد يعني بحاجة إلى تطوير مشابه إلى بعض الدول والعواصم القريبة يعني ما التحديات أمام ذلك يعني شنو فرقنا عن باقي العواصم اللي موجودة شنو التحديات اللي تواجهنا شوف خلأ قللك خلأ اتكلام صراحة نعم عام 2021 أنا عن لسان سيد رئيس مجلس النواب بصالح العبارة قال أنا نريد تجربة الأنبار أنقلها إلى بعض الأقضية في بغداد وتحديدا كان قضاء أبو ريب وقضاء المحمودية لكن ما نعرف يعني الموضوع السياسي يدخل بهذا الموضوع اللي مقت حد الآن هذه الأقضية بمستوها الباعث اليوم لازم يكون عندنا نكران ذات يعني ليش نحن نريد أن نقول تجارب الدول الأخرى خلننقل تجربة الأنبار إلى بغداد بالتالي هذا العمران اللي موجودة هذا العاصمة يعني اليوم هذا مستوها من كثير من المشاكل اللي موجودة يعني على مستوى معامل تدوير النفايات هذه اللي هي أبسط شيء اليوم تشوفوا النفايات في بغداد بشكل عام العمار هو مو أكساء طرق وتخطيط ورصيف لا العمار يبدأ من البناء التحتية يبدأ وفق مخططات حقيقية موجودة مخططة له ومصادق له طيب نشوف حدام تخططه حزب تقدم غالبا ما نراه قريب من الكتل والمكونات السياسية الأخرى يعني من الكيانات يعني من هي الكيانات الأقرب لكم في الفترة المقبلة حقيقة اليوم الكيانات اللي أفكارها وبرامجها تطابق مع مشروع تقدم هي أكيد مشروع حزب تقدم عفوا هي أكيد رح تكون الأقرب المعيار عندنا هو معيار المستوى التفكير اللي موجود عند الكتل الأخرى إن شاء الله في قادم الأيام تبين هذه الأمور بخلال المفاوضات وطرحنا لمشروعنا وأكيد اللي سيكون قريب علينا هو من يكون قريب على مشروعنا اليوم مشروع تطور واضح نعم الأستاذ علي السرهيد مرشح تقدم لمجالس المحافظات كنت معنا وعلى الهوائي مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا حضرتك شكرا جزيلا لانضمامك إلينا